نحن بين الحديث عن ضمانات أمريكية لتركيا بالتوقف عن تسليح أكراد سوريا وبين حديث عن مجرد تعديل لعملية التسليح كيف هي الصورة في البنتاجون؟ في الواقع دعني أبدأ وأقول بأنني خرجت من مؤتمر صحفي مع المتحدث باسم البنتاجون روبرت مانينغ منذ لحظات ودعني أقول بشكل واضح وصريح بأنني لم أسمع أي كلمة تتحدث عن ضمانات أؤطيت من قبل الولايات المتحدة لتركيا أقله هذا ما لم أسمعه هنا في البنتاجون مقاله روبرت مانينغ كان على الشكل التالي بأن الولايات المتحدة حريصة على المحافظة على علاقات وطيدة وجيدة مع الحليفة الرئيسية هي تركيا وأيضا حريصة على المحافظة على العلاقات الجيدة مع الحلفاء الأكراد وتحديدا وحدات حماية الشعب الكردي روبرت مانينغ قال بأن البنتاجون سيواصل دعم حلفائه أكانوا الأتراك أو الأكراد لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن البنتاجون يقوم حاليا بمراجعة السياسة العسكرية التي ينتهجها حيال قوات سوريا الديمقراطية وتحديدا الفصيل والمكون الكردي وهو وحدات حماية الشعب الكردية إذن مقاله هو أن هذه المراجعة تتم بشكل دوري دائم في البنتاجون وهي تراجع السياسة تجاه هذه الفصائل التي تدعمها الولايات المتحدة وشدد في الوقت نفسه بأن البنتاجون حريص على أن تحافظ وحدات حماية الشعب الكردي والفصائل التابعة لقوات سوريا الديمقراطية البنتاجون حريص على أن تحافظ على الجهوزية كما أسماها والقدرات الدفاعية لحماية نفسها ولحماية الأراضي التي تسيطر عليها وأيضا للتمكن من صد أي هجوم قد تتعرض له هذه هي الصورة التي أعطاها البنتاجون حيال المعلومات التي صدرت في تركيا بأن الرئيس ترامب قطع وعدا للسلطات التركية بأنه سيوقف دعم وحدات حماية الشعب الكردي دعني أشير بأنني سمعت في البنتاجون من مصدر رسمي بأنه ربما الأتراك أساء فهم أو أساء المقارنة بين وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن وحزب العمال الكردستاني الذي لا يتعامل معه البنتاجون ولكن في المقابل جو كان هناك تطمين أمريكي لتركيا بأن نوعية الأسلحة المسلمة إلى وحدات الشعب الكردية ستتم مراجعتها وفقا لحاجيات المعركة والآن وتنظيم داعش يتراجع عسكريا ربما ستتم فعلا عملية مراجعة لنوعية السلاحة المسلم لهذه الوحدات أليس كذلك في الواقع ليس هذا هو الأمر وليس هذا هو الموضوع الذي وليس هو الكلام الذي سمعته قبل قليل من المتحدث باسم البنتاجون لم يتحدث عن أي ضمانات لم يتحدث عن أي وعود كل ما اكتف به وهو أن البنتاجون يقوم حاليا بمراجعة السياسة العسكرية تجاه الفصيل أو المكون الكردي داخل قوات سوريا الديمقراطية وأن هذه المراجعة تجري بشكل دوري مع حرص البنتاجون على احتفاظ القوات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية بالجهوزية والكفاءة والجدارة اللازمة لمواجهة أي اعتداء والتمتع بقدرات عسكرية أيضا دعني أشير إلى أمر آخر وبسرعة بأنه أكد بأن البنتاجون ليس لديه الانسحاب من قاعدة التنف الحدودية بين سوريا والعراق والأردن